أعلنت الحكومة منتصف العام الجاري اختيار مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جنوبي البلاد كأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ في مصر جاء ذلك بعد عدة أشهر من دراسة درجة نقاء الهواء في المدينة ومستوى الضوضاء بالإضافة لاتساع المساحات الخضراء وتدوير المخلفات لماذا الخارجة؟ مدينة حصلت على لقب عاصمة البيئة العربية 2022 وقبلها لقب الخارجة مدينة خضراء صديقة للبيئة 2022 وقبلها أفضل مدينة بمسابقة التميز الحكومي 2020 فلماذا؟ الإجابة تكمن في خصائص طبيعية وسكانية قلما تحظى بها مدينة عربية فالخارجة مدينة تمتلك حزاما أخضر قويا وبدأت لاعتماد على الطاقة الشمسية خلال العقد الماضي وبحسب الخطة فإن نحو 50% من السيارات في شوارعها يعمل الآن بالغاز وتعرف مدينة الخارجة بواحة النخيل في مصر حيث يوجد بها نحو 700 ألف نخلة مثمرة الأمر الذي جعل إنتاج التمور هو الأبرز في المدينة كما تتجاوز كمية الأكسجين المتولدة من المساحات الخضراء 111 مليون لتر من الأكسجين مما يجعل هواء المدينة على درجة عالية من النقاء الموضوع كان بدأ من المقترح الأساسي أنه هو إزاي يا فندم أن نحافظ على الإسهامات والمقاومات الطبيعية اللي ربنا حباها لمحافظة للجديد المقاومات الطبيعية اللي موجودة في مدينة الخارجة اللي بتمتاز عن أي محافظة أو بتمتاز بيستقل بيها كان علينا إحنا كدور في التخطيط أن إزاي نراعي ونحافظ على هذه الأساسية فكان في عملية البنية التحتية تم استخدام ومراعاة البنية التحتية والعوامل الأساسية بالنسبة للبنية التحتية أن يتم مراعاة الاختيار المشروعات اللي تهدف إلى المحافظة على البيئة تتميز مدينة الخارجة بالزراعة وإنتاج التمور ومن أهم الجوانب التي تم تركيز عليها هناك كيفية الحفاظ على المناخ والبيئة الصوتية وكيفية التخلص من النفايات واستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية مركز الخارجة بيقع على بعد 232 كم من محافظة أسيوت جنوب غرب جمهورية مصر العربية بيقع مركز الخارجة هو عاصمة الوادي الجديد بنتكلم في مركز الخارجة على مساحية خضراء وقدتنا قماشة جميلة جدا نشتغل عليها في ملف عاصمة البيئة العربية اللي تم فيه المنافسة مع عدة دول من أهم الدول دي دولة تونس ودولة الجزائر وتم الترتيب له من سنة 2020 عاصمة البيئة العربية تميزت عن باقي المراكز بحصولها على تميز الحكومي أفضل مدينة سنة 2020 الحقيقة كمدينة الخارجة مدينة متميزة في كزقطاع بالدعم البيئة ومنهم على سبيل المسال أقول لحدك هفندم المحافظة المدينة الوحيدة على ملساوها أفريقيا اللي وصلاها غاصطة بها أو المدينة السحراوية الوحيدة على ملساوها أفريقيا اللي وصلاها غاصطة بها هي مدينة الخارجة طبعا فيه من ضمن مؤشرات هفندم مهاشر التلاقذ القطاع الخاص كان ليه دور عظيم جدا تعريبة العبار السطحية الموجودة في مدينة الخارجة تشتغل بالطاقة الشمسية المصارح الوحيدة فيها طاقة شمسية وبتمد الشبكة الموحدة بالكهرباء وتمتاز مدينة الخارجة بعدم وجود احتباس حراري بسبب التوسع في المسطحات الخضراء داخل الكتلة السكانية لتلطيف درجة الحرارة وإيجاد متنفس للمواطنين وتقليل نسبة الكربون المسببة للاحتباس الحراري بالموازل للمؤتمر المناخ نقول مثلا الخارجة عملت إيه عشان تحصوا على اللقب ده أنا أعتبر من أهم المحاور اشتغلت عليها الخارجة هي التخلص أو الحفاظ على نسبة اكسجين المرتفعة والحد من وجود تلوث هوائي داخل الخارجة ويقالم الاحتباس الحراري الخارجة توسعت في مساحة الخضراء حتى وصل نصيب الفرد من المساحة الخضراء على مستوى مدينة الخارجة إلى 1110 متر مربع للمواطن هذا وقد تم التوسع في بناء مواقف السيارات في أطراف مدينة الخارجة بعيدا عن التكدس السكاني وتم تثبيت الكثبان الرملية باستخدام زراعة أشجار الكافور كمصدات للكثبان الرملية إلى جانب مراعاة التخطيط الحضري للامتداد العمراني للحد من ظهور العشوائيات إضافة إلى منع استخدام المبيدات الحشرية كمقاومة للآفات والاعتماد على المقاومة الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة الخارجة ترجمة نانسي قنقر